سلام الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا وسهلا بشبابي وبنات الحلوين إزايكم يا رب تكونوا بخير ويا رب تكونوا شفتوا المحاضرات اللي فاتت ومشيتوها بالترتيب وشفتوا المحاضرات كاملة كاملة وكل واحد فيك وعمل اللي قلنا عليه اللي هو إيه اللي هو تشوف نقطة ضعفك فين إن وجدت وتشوف النقطة اللي عندك فيها مشاكل فين وترجع تأكد عليها مرة تانية تمام؟ هندخل دلوقتي إن شاء الله على الجزء الخاص بالمقالي الجزء الخاص بالإنتاج التحريري الانتاج التحريري والإنتاج التحريري عبارة عن A و B A اللي هو الإيميل الإيميل عبارة عن إيه؟ باختصار عشان ما ننكلمش كتير هيديك تحية في الأول هتنزلها زي ما هي هيديك تحية في الآخر هتنزلها زي ما هي هيديك جملة تقدمية ملكش دعوة بيها مجرد بس بيدخلك في المود أو بيقدم لك إنه هيتكلم في الإيميل ده أو هيسألك عن مثلا الرياضات بتاعتك ولا هيسألك عن الرياضات الخطيرة ولا هيسألك عن الرياضات التقليدية مثلا ولا هيسألك عن الوجبات أو الأقسام السوبر مارشي ولا هيسألك عن الأجازة قدتها فين وعملت إيه؟ أو المزرعة ولا هيسألك عن وسائل المواصلات ولا هيسألك عن المشاعر والألم البدني دي العناصر الأساسية والخطوط العريضة بتاعت المنهج بتاعك فالأسئلة اللي هتجيلك هتجيلك على الخمس أو الأربع وحدات اللي هم الست عناصر ليه ستة؟ لأن في وحدات فيها عنصرين أساسيين تاني الوحدة الأولى الرياضات بأشكالها بأنواعها الوحدة الثانية أقسام السوبر مارشي والمأكلات والمشروبات والوجبات الوحدة الثالثة السرد الأحداث في الماضي عند حضرتك الويك أند اللي قضيته في المزرعة أو قضيته في البيت زي ما أنت عايز أو قضيته في المدينة وكذلك السرد الأحداث أو التحضير لحفل حصل في الماضي دي ممكن تكون موضع سؤال أنت عملت حفلة في البيت أو في القرية أو في المدرسة احكي مين اللي جهزها وعملت فيها إيه أو جهزت فيها إيه اللي هو فلان جهز البلالين وفلان حضر الجاتوء وفلان عمل كذا بصة كلها أنهما ستة سبع أفعال وكلهم بتعملوا في الماضي وبتحدد الأشخاص اللي عملوا الحدث ده طبعا ده لو أنت طبعا دي فكرة ممكن تيجي عليها أسئلة في الإيميل أو ممكن تيجي في الموضوع أما الوحدة الأخيرة فيها عنصر أساسيين أو ثلاث عناصر كمان العنصر الأول هو وسائل الموصلات العنصر الثاني هو أماكن التسوق أسماء المحلات التجارية والمنتجات أو البضائع اللي بتشتريها منها والعنصر الثالث هو التعبير عن المشاعر والألم البدل كده أنا قلت لك كل العناصر اللي في المنهج العناصر دي زي ما قلت قبل كده اللي هيجي في الوثيقة الأولى مش هيتكرر تاني اللي هيجي في الوثيقة التانية مش هيتكرر تاني اللي هيجي في الإيميل مش هيتكرر تاني اللي هيجي في الموضوع الأخير مش هيتكرر تاني لأن اللي بيحط الإمتحان بيوزع أسئلة الإمتحان على المنهج كله خلصنا؟ الموضوع كده مفهوم طيب ندخل دلوقتي على الموضوع الإيميل زي ما قلت التحية اللي في الأول سواء كانت سالوية أو بونجور هتنزلها زي ما هي او بونسوار اي تحية في الاول هتنزلها زي ما هي لو مفيش اكتب يا سيدي من عندك سالوي او بونجور تحية الوداع هتنزلها برضو زي ما هي سواء أوروفار او تشاو او ابلوس او اي تحية تانية هم مفيش غيرهم بس يعني هنفترض جدلا جالك التحيات هتكتبها مجتلكش التحيات هتكتبها برضو سالوي في الاول و ابلوس في الاخر طيب الجملة التقديمية زي ما قلت لحضرتك هتكون بيدخلك في الموضوع تمام انا هنا مش محتاج اكتب جمل تقديمية الحقيقة ليه ليه اني يمديك الاسئلة على طول وماشي في الاسئلة بشكل تدريجي الوحدة الاولى كانت بتتكلم عن الايه الاسبار الرياضات فهنا هتديك كل الاسئلة اللي ليها علاقة بالرياضات تمام اللي هم دول سطر اتنين تلاتة اربعة ادي اربعة سطور وكل سطر فيه من سؤالين او تلاتة هيديلك منهم ان شاء الله ما مفيش تاني اخدنا ادوات الاستفهام وشرحناها في الجزء الخاص بالجرامير طيب تعالى بقى نقرأ الاسئلة ونتعلم نقرأ السؤال ونراجع ادوات الاستفهام ونعرف ننزل السؤال في الاجابة ازاي ونزود الكلمة اللي هو عايزها هتتبع في الفيديو ده الشرح البسيط والجمل السهلة اسهى اختار اسهى الكلمات ممكنة او اسهى الجمل ممكنة علشان ما نعملش او نبسط الامور الى الحد الادنى المهم اهم شيء وانت بتكتب تركز في تكوين الجملة الفاعل وتصريف الفعل والمفعول اللي انت هتكتبه من عندك تركز ان انت تكتب الكلمة اللي انت حافظها كويس بالسبلنج بتاعها طيب السؤال الاول كالسبار ماء الرياضة فاتفو اللي انت بتعملها ادي فاتفو طيب نفس السؤال ده ممكن يبقى بشكله عامل ازاي كافتفو كمسبار ماذا تمارسه انت كرياضة ازا سبارت ممكن السؤال يكون كالي تان سبار بريفيري او كالي فاتر سبار بريفيري ما هي رياضتك المفضلة ممكن يتوسع شوية ويقولك السؤال اللي تحت ده اللي هو كالسان لسبار اكسترام او يسألك يا ربي كالي تان سبار اكسترام بريفيري ما هي رياضتك الخطيرة المفضلة او كالي تان سبار كلاسيك بريفيري ما هي رياضتك الكلاسيكية المفضلة اللي هو يضيق الخناق شوية بدل ما هي رياضات كلها لا يزنقك او يضيق عليك الاطار في الرياضات الكلاسيكية بس او الرياضات الخطيرة بس عموما عايز اجواب على كل سؤال من دول شوف بقى هنزل الكلام ازاي طبعا احنا اتفقنا ان هو في الامتحان كله بيتعامل معك باحترام وبشياكة وبيخطبك بلغة الفو بالتالي انت بترد على الفو بايه بجو لانك انت اللي بتجاوب انت شخص ماسك الالم فانت هتجاوب بنفسك وتقول جو ما تجيش تتفازلك وتقول لي ما هو فو ممكن تبقى معناها انتم فهجاوب عليها بنو اللي هي نحن لأ نحن انت واحد قاعد ماسك الالم في الامتحان هتكتب نحن على اساس ايه خلاص؟ طيب هنا هقول هنزل الدي هتكيبقى جو والفارب هتصرف مع الجو اخر اس جو فا وحنا عارفين ان فارب فاير وهنا بقى الكلام المهم فارب فاير بيجي بعض الرياضات مسبوقة بأدوات التجزئة يبقى لازم اجيب رياضة زي مثلا دي فوت عايز اكملها هقول فوتبال ادي جملة كاملة فاعل والفعل متصرف صح وفارب فاير جاي بعده أداة التجزئة دي وفوتبال عايز تهرب من الديو الدولا هتستخدم مثلا هتجيب فعل تاني من عندك وليكن جو براتيك انا امارس لتنيس انا امارس التنيس وزي ما قلت انا بكتب الكلمات السهلة لانه طالما انت امديك option تكتب اللي انت عايزه فتختار اسهل كلمات ممكنة نقطة كمان مهمة هي الاطار اللي هيكون متحدد لك في ورقة الاجابة ما تخرجش خارج الاطار هو مديك سؤالين ومديك اطار كده جدول فيه 3 او 4 سطور اياك تطلع بره الاطار ده ويركز جدا عشان تكتب بخط واضح ونظيف ومقروق مهمة جدا 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 عشان التصحيح وعشان ما تتعرضش الاشكاليات ركز في خطك كأنك بترسم الكلمات اعمل برويون اعمل مسودة عندك اكيد في الورقة بيكون مديك ورقة كده تكتب فيه مسودة بالرصاص ولما تيجي تكتب الكلام النهائي اللي بالجاف تكتب خط واضح ونقي ومقروق وبدون اي مشاكل طيب نفس السؤال ده هو دي اجابته كالية تونس بار بريفيري هنا بقى ممكن اغير شوي تونس بار بريفيري هخليها ايه ما سبار بري في ري جبت حاجة من عندنا ما جبتش حاجة كل الكلام نازل من فوق بس بدل الطم خليتها ما غيرت حرف واحد طب فين الفعل الفعل اهو هينزل من السؤال ايه ما سبار بريفيري ايه مثلا لا بوكس رياضاتي المفضلة هي الملاكمة عرفنا نجاوب السؤال جبت حاجة من عندك غير دي او غير دي كل الكلام نازل من السؤال كلام اللي هقوله ده مش هحاول كراره كتير لانه هيتطبق على كل الاسئلة ثلاثة اربع السؤال بينزل معك في الاجابة بزكاء كلمة ربا تنفع وجبة وتنفع وجبات هنا بيسألني عن وجبة واحدة ما الوجبة اللي انت بتفضلها نفس القصة قبل ما تجاوب ده تبص على بعضه كيسك فو بروني دانسوا ربا ماذا انت تتناول في هذه الوجبة يبقى تختار الوجبة اللي انت هتقول بقى افطار او غداء او عشاء وتبقى عارف ايه الحاجة اللي هتتناولها في هذه الوجبة بكل بساطة جي بريفير انا هفضلو وتقول اي وجبة وليكن لدي جني اللي انت حافظها تكتبها او لديني الغداء او العشاء ماذا تتناول تتناول في هذه الوجبة هتنزل دي زميهية دانسوا ربا باستمي مش هكتبها دانسوا ربا في هذه الوجبة جي برون انا اتناول وهتتحاسب على تصريف الفعل مع الجي هي دي التركات بقى انا افضل وكذا الفعل هنا متصرف مع الفو ونزلته متصرف مع الجي بروني متصرف مع الفو هنزله متصرف مع الجي دي اللمسات اللي ناس كتير بتغفل عنها وهي شغالة طيب جي بروني انا اخد اي سواء غدا او عشاء اختار اي كلمات سهلة ومع فعل بروندور يتناول بيجي ادوات التجزئة فتختار مثلا اصحل الكلمات انا دائما بكتبها دي ري اللي هو ارز مذكر اي دي بواسان وسمك عايز مثلا تقول العشاء وتقول حاجة خفيفة هتقول جي برون دي يا اورت باخد زبادي اي دي فروي وفواجه او اي كلمات مناسبة انت تكون حافظها وحافظ الاسبيلنج بتاعها وحافظ المذكر والمؤنس هتاخد دي ولا دولة خلاص حفظك انت حفظ كل طالب قاعد تفرج على الفيديو هو اللي هيحدد هو هيحلي ايه او هو هيكتب ايه ودلوقتي هنبدأ ندخل على حاجة جديدة خالص اللي هي الوحدة التالتة الوحدة التالتة اللي اخدنا فيها ايه اخدنا فيها زي ما قلنا اين تقضي الويك اند سواء في الريف او في المدينة والاكتيفيتين اللي بتعملها في المزرعة وهكذا ومنها فكرة الفاكنس الفاكنس بتقضيها فين ويه الاكتيفيتين اللي هتعملها فيه الفاكنس عموما اين ايه ونركز قوي قوي في تركيب السؤال ايه ده تصريف فعل اتري مع تي قليه ادي فيرب اتري وده قليه من الاربعتاشر فعل لو بارتسيب باسي يبقى ده كلام في الباسي كومبوزي السؤال في الماضي المركب فانتغاصب عنك لازم تكتب الإجابة في الماضي المركب كوندولي فاكنس درنيير اثناء الاجازة الماضية ممكن ببساطة هنزل دي زي ما هي خليها في الاول او ما نزلهاش او خليها في الاخر ده مش موضوعي ليه اثناء الاجازة الماضية في بداية الجملة وبعضها فاصلة او اسيبها في اخر الجملة خالص اللي يخصني هي الاجابة على السؤال اين قضايت الويك ان الاجازة الماضية لماذا تحب ان تذهب هناك يبقى قبل ما تختار المكان تبقى عارف انت ليه بتحب تروح هناك انا مثلا مثلا هقول الجبل او هقول المزرعة او هقول البحر خلينا في البحر هقول سوي زالي انا ذهبت عايز اقول اروح فين الى شاطئ البحر او عايز تقولها الامير تمام طالما روحت الشاطئ او البحر يبقى انا بيحب السباحة او بحب مارس اي رياضة من الرياضات المائية اللي يركوب الامواج او 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 خلاص لماذا تحب ان تذهب هناك لان لان جام انا احب لا ناتاسيون احب السباحة لو قلت مثلا بروح الجبل يبقى بحب تسلق الجبال او بحب تسلق الجليدلوسكي لو قلت مثلا بروح الريف يبقى انا بحب الحيوانات او بحب ال VTT او بحب اطعم الارانب او اي نشاط بتعمل جوه المزرعة كيف انت تتنقل داخل المدينة؟ في المشهور الصغير اللي جوه المدينة ولماذا؟ قلنا لما تجي تفضل اي وسيلة المواصلات فيه صفات مشهورة لانها مريحة عملية رخيصة صفات سبتة هتتقل على اي حاجة المهم انا جوه المدينة ممكن استخدم العربية او التاكسي او العجلة او المترو انا السنة لسه كتب المترو فبلاش اكتبها تاني هقول مثلا هكتبها في الاول داخل المدينة او في المدينة ج م دي بلاس انا اتنقل نقول ايه او فيلو بالدراجة والدراجة تاخد او عايز تقول ان تاكسي اقولها زي ما انت عايز تمام؟ انا بس غيرت عن المترو لماذا؟ قلنا اول ما نلاقي لماذا نكتب على طول بارس ك هنا العجلة او التاكسي مذكر اللي اتنين نعمل عنهم بايه؟ ايه هو يكون وديني صفة او صفتين من الصفات اللي احنا قلنا تتذاكر اشهر صفة ايه يعني ايه براتيك؟ عملي ممكن نزود كمان واحدة ايه؟ كونفورتابل كونفورتابل مريح عايز تزود صفة كمان هتقول موانشير ولا بلاش موانشير نروح دلوقتي على الموضوع الموضوع هيديك فكرة وتركز جدا 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 تلاتين جدا في عنوان الموضوع في السطر اللي هيديه لك لان السطر ده اولا هيحدد لك الزمن اللي هتكتب فيه هيحدد لك الموضوع اللي هتكتب فيه هيحدد لك هيديك اصلا عناصر هتستخدمها يعني هو انت هتكتب 25 كلمة منهم 10 كلمات او خلينا اقول 8 كلمات مكتوبين اصلا فوق هتخدهم وتستخدمهم تخلي دماغك شغالة خليك قد ناصح طيب ايه الموضوعات الاساسية مش هعيد بقى الكلام ايه الوحدة الاولة عن الرياضة التانية عن المأكلات والمشروبات والسوبر ماركت والوجبات التالتة عن الويك اند والاكتيفتي بتاعت الويك اند هتروح هتقضي فيه وهتعمل ايه الوحدة الاخيرة عن وسائل المواصلات او الاماكن التسوق او التعبير عن الحالة البدنية او الحالة الصحية او المشاعر طيب خلينا بقى انا هنا هديك 8 موضوعات 8 او 4 او خليها جدا اهي 8 موضوعات مهمين جدا تعال نتكلم بشكل واضح وبسهولة وهحاول اعمل معك جمل سهلة وجمل تمشي على اكتر من حاجة يعني جمل تمشي في اكتر من سكة وهقولك وانا شغال دلوقتي هنا بيقولك اكريفاسيور لاسبار تكلم عن الرياضات التي يمكن ان نمارسها او كلاب في النادي او اولي سي في المدرسة كالس بار ايه هي اسماء الرياضات دي والاماكن اللي هنمارسها فيها طيب يعني هنا المجال مفتوح مديك option ان انت تتكلم براحتك بس براحتك رياضات تمارس فين في النادي فما تجيش تقولي تسلق الجبال ما تجيش تقولي التزلق على الجليد ما تجيش تقولي العم في البحر لا فيه عم في بيسين لان النادي بيقى في بيسين ماشي لكن مش في البحر ما فيش ركوب امواج ما فيش امواج في النادي خل دماغة تشغلة وما تجيش حاجة من برا الاطار اللي هو حدده لك طيب هو هنا مديني كلمات هستخدمها فين هي الكلمات او الكلمة او كلاب في النادي شايف دي هنزلها زي ما هي كلمة سبار هحط قدامها بوكو كلمة سبار كلمة سبار كتبت كم كلمة ماشي يا اخوانا خل دماغة تشغلة العنوان او رأس الموضوع استخدمه معاك وكتب منه جملة محترمة طيب انا قلت ايه في النادي ممكن نمارس الكثير من الرياضات هنمارس ايه وفين هقول مثلا الكرة القدم المشهورة ان براتيك ونركز هنا في الجرامير ذرب براتيكي يجي بعده ان براتيك نمارس كرة القدم سير تيرا نمارس كرة القدم على ارضية الملعب الحشيئ النجيلة طيب ايه ثاني هناك قلت ان براتيك هنا هقول فعل تاني ان في د طبعا فربي فريجي بعده لا ناتاسيون نمارس السباحة هنا هنقول دان لا بي سين في حمام السباحة ايه ثالث ممكن اقول الكراتي والجودو ونمارسهم او باسكتبول خلينا المرة دي بقى نتكلم بالإيه؟ بس لازم يجي بعده لعبة فيها كرة او باسكت نلعب كرة الباسكت فين او جيم ناز في الجيمناز كمان واحدة كمان ارجو ان الكلام يكون واضح واضح جدا اللي عايزي عدي الكلامة بقى عدا ما عدتش وطبعا دول كتير كتير قوي واهم ملاحظة هيكون مديك جدول فريم تكتب فيه ما تطلعش برا الفريم ثاني اهم ملاحظة تكتب بخط واضح ثالث اهم ملاحظة ما تشطبش ما تشخبطش اكتب الموضوع كويس بالقلم والرصاص برا وبعد كده راجعوا كويس وتراجع الجرامير اللي فيه تعال ادلوقتي هوريك تراجع على الجرامير ازاي انا غيرت لون الخط او كلاب جايبها من هنا او بتساوي ايل في تصريف الفعل الفعل اخروت ايه ده فعل متصرف يبقى الفعل التاني في المصدر بكوه ظرف كمية بيجي بعده دوه والدوه ما بتتغيرش حتى لو الكلمة اللي بعدها فيها اس كل نقطة انا عملت تحتها الخط دي موضع خطأ في النحو خطأ في الجرامير وانت بتكتب فتاخد بالك الناس كتير بقلي بيبقوا موضوعات بيبقوا غلطانين غلطات ذا دي انا بنبه عليك اهو الغلطات اللي انت بتغلطها واللي زيك بيغلطها فتركز فيها وتراجع لنفسك وانت بتحل قولنا انه ان بيساوي ايل فالفعل بيتصرف معاه وفعل بيجي بعده الرياضات مسبوقة بلو لا لي نجي هنا هنلاقي اللو وفوت مكتوبة صح سير لترا لأرضية الميدان او الارضية النجيلة بيجي قدامها حرف الجارسير ما تجيش تقول لي دون ولا تجيش تقول لي حاجة تانية طيب ان في اون بتساوي ايل فالفعل اخر هو تي وفير بفير لما يجي بعده الرياضة يبقى ياخد ادوات التجزئة السباحة مؤنس فبقى دولا دون لا بيسين كلمة مكتوبة صحة تمام ان جو بيساوي ايل والفعل متصرف معاه فير بجوي بيجي بعدها الرياضات اللي فيها كرة او الرياضات الزهنية وبياخد حرف الجر المضغم او عشان دي مذكر مع هذا رياضة واحدة اللي هي اللي بتلعب في البارك و او جيمناز مكان مذكر ياخد او وفير ده فعلا متصرف التاني مصدر بس فير بفير بيجي بعده ادوات التجزئة ديو كاراتي او جيدو كل تفصيلة من اللي انا عملت عليها باللون الاخضر دي موضع محتمل ان انت تكون غلطان فيه و انت مش واخد بالك او تبقى انت انا عامل موضوع مية مية و زي الفول و مية فول و 14 بس فيه غلطات مدفونة او مخفية و انت مش واخد بالك منها انا اتناول بركز برضو على الجرامير ياخد الفعل اخر اس ثلاثة ربا تجبتها من هنا اثناء النهار او بار جور في اليوم يدي يدي او على او على او قلتها اثناء انا بشرح الجرامير الوجبات مذكر فبتاخد او لما اقول في الفطار او على الفطار او بتدجاني على الافطار اتناول الخبز الخبز مذكر فباخد ديو ديو فروماج وجبن الجبن مذكر ايه جبوا و انا اشرب انا هتاخد الفعل اخر اس ديو كافي والكافي كمان مذكر او ديوني على الغد جمانج دي ري ااكل ارز مذكر دي لافيون دمو انس ايدي لجوم وخضروات جمع بعد كده جبوا اشرب ديو تي الشاي او ديني على العشاء انا اتناول دي ياورت زبادي ايدي جو دفروي وعصير فواكه افتكر موضوع كامل نموذجي مثالي ما فيهوش ولا غلطة ان شاء الله وده موضوع مهم جدا اكتب عن اكتب عن اكتب عن الويك اند بتاعك وهنا بقى اتنين عكس بعض يا اما الويك اند بروشا القادم يا اما الويك اند الماضي الاتنين عكس بعض تماما ده هما هما نفس الكلام ونفس الاكتيفتي بس الزمن هو اللي هيتغير ممكن يقولك اتكلم في المستقبل في المستقبل على اساس ده من ثانية سنوة ايه اللي ناوة يعمله وممكن يقولك اتكلم في الباسي لان ده اللي خدته في ثالثة سنوة اتكلم في المضوع كاملا وبعد ما خلصوا كاملا مثلا في الماضي هبدأ اعيده ثاني في المستقبل وان شاء الله المضوع يفلح يعني حتة سعينة طيب اه خلينا هنا نقول موسيقى 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 ده الموضوع باللون الأحمر ده في المستقبل في البروشان الموضوع ده مهم جدا خلاص أنا كده خلصت الموضوعات خدنا تمام موضوعات شاملين كل حاجة كل حاجة في المنهج بتاع تالت سنوي وإن شاء الله يجيلك واحد منهم خليك فاكر إن الوثيقة الأولى لو جات على موضوع الوثيقة التانية هتيجي على موضوع الإيميل يجي على موضوع الموضوع الأخير هيجي على موضوع فيلمة موضوع هنا يعني فكرة والمنهج عندك فيه ستة أو سبع أفكار اللي احنا قلناهم في الموضوعات دول الامتحان إن شاء الله مش هيطلع بره الإطار ده خل دماغك شغال ولو جات فكرة غريبة شوية هيبقى نفس الكلام اللي قدامك الله يعني إيه فكرة غريبة؟ لا هقولها لك دي وإحنا بنحل الامتحان الشامل إن شاء الله يلا شوفك على خير وشوفك الفيديو الجاي سلام عليكم